صنف صندوق ضبط الإرادات للجزائر من بين الصناديق السيادية الخمسة عشر عبر العالم من حيث القيمة المالية حسب ما أفاد به المعهد العالمي للصناديق السيادية الذي يوجد مقره في لس فيغاس بالولاية المتحدة الأمريكية حيث يحتل الآن المركز الأربعة عشر عالميا والأول إفريقي ياسين باباسي والتفاصيل صندوق ضبط الإرادات الجزائري من بين الصناديق السيادية الخمسة عشر عالميا من حيث القيمة المالية هو الإحصاء الجديد للمحهد العالمي للصناديق السيادية من مجموعة سبعة وستين عبر العالم بقيمة تعادل سبعة وسبعين فاصل اثنان مليار دولار في جوان الفين وثلاثة عشر لتحتل بذلك المرتبة الأولى إفريقيا والمركز الخامس عربيا مسبوقا بصندوق السيادة لكل من أبوظبي العربية السعودية الكويت وقطرة في حين كانت المراكز الثلاثة الأولى على الصعيد العالمي نصيب كل من النرويج أبوظبي وأخيرا الصين هذا وأشر البنك الأمريكي جي بي مرغان ضمن تحليله لهذا التصنيف الخاص بالصناديق السيادية أن إفريقيا تشهد فتح صناديق السيادية وطنية أكثر فأكثر نظرا لتراكم عائدات المواد الأولية واحتياطات الصرف يوما بعد يوم صندوق ضبط الإرادات الجزائري الذي أنشأ في سنة 2002 لتغطية العدز المالي والديون الخارجية وكذا التخفيف من تأثير الصدمات الخارجية المحتملة على تسيير السياسة المالية من خلال امتصاص خلاف الفارق بين مداخل الجباية البترولية الحقيقية الناتجة عن سعر 100 دولار للبرميل الواحد والجباية البترولية الخاضعة للميزانية والمحددة على أساس 37 دولار للبرميل